الحقيقة انه في حاجة كمان عايز اكلمك عنها وليه دايما الام متهمة بان هي المسؤولة عن التربية لوحدها واي غلطة يقع فيها الولد تبص تلاقيه ما هي تربيتك تربيتك وكأنه الاب مش ما كانش موجود وهي بتربي ليه سمتيه اتهام يعني ليه مصنع اتهام هو فيه جزء بيبقى اتهام وفيه جزء بيبقى اسقاط على الام وكأنه الاب بيخلي مسؤوليته احيانا من التربية علشان يحملها هي نتيجة الخطأ اللي الولد وقع فيه على رغم ان الولد ده ممكن يكون شاطره كويس وحاجات تانية كتير قوي ما بيتقلهاش مرسي بس بيتقلها لما بيغلط لتربيتك عشان كده انا بشوفه اتهام احيانا يس يعني للأسف انا بشوف ان هو مش اتهام على قد ما هي ثقافة مجتمع ثقافة مجتمع طبعا انا اوافقك برضو انا اوافقك على ده وعلى ده طبعا بتبقى اتهام من وجهة النظر اللي حضرتك بكلمي فيها لما انتي ما عملتيش انتي ما سوتيش ايوا بالزبط شوفي سلوكه عامل ازاي شوفي تصرفه ايه يعني انتي موافقة على اللي بيعمله ده وكأنه بس ده بيحصل ياهايتي ده بيحصل ده بيحصل فعلا وفيه ازواج كتير بيقولوا اللي انتي بتقوليه ده صح وبيحصل وبيتقال في محاكم مش بس في بيوت بالزبط بالزبط طب انت استنيت الغلطة دي وقلت دي تربيتك طب فين بقى كل الحاجات الكويسة اللي هو اعملها وطب لو هي تربيتي انت كنت فين وانا بربي عارفة سعاد بشوف انها البداية هي المشكلة مش وصلنا لايه اشرحي دي انا وفقت على ده من الاول احنا اتفقنا على ده من الاول رديت عنه سواء بقتناع او باتفاق او اتفاق ضمني حتى انه اتحط في الخانة دي بس جزء منه بيبقى كأني مغلوب على امر اتحط في الخانة دي احيانا ما بتكونش اختياري احيانا بتبقى اجباري اجباري ليه؟ النهاردة انت عندك نسبة طلاقة عالية جدا 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 ومعظم الولاد بالطبيعة بيكونوا مسؤولية الام في الاكل وفي الشرب وفي التعليم وفي التمارين وفي التربية وفي المدرسة وي 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 ده نومبر وان نومبر تو انت عارفة انه قد ايه الام بتكون اقرب بحكم انه الاب دايما بنقول انه بيدور على الشغل وبيدور على الاكل العيش ودايما بيشتغل وي 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 فاحيانا ما بتبقاش اختيارية بس كأنه المشكلة دي بتسمع مشكلة تانية في الجواز بمعنى عندنا مشكلة في التواصل التواصل طبعا كومنيوكيشن دي مشكلة كبيرة دي مشكلة كبيرة عندنا مشكلة اصلا في تقسيمة الادوار ما بينها لما جي اولادي في الاول واعمارهم صغيرين انا قررت اني اتجنب ابوهم عشان اخلص او علشان انجز ايه او علشان هو مش بيعرف وبيقول لي مش بعرف مش تمام مش شوية المشاكل دي لو فيه اسر حديثة بتسمعنا انا اقولكم ما تتجهلوش ده لانه ده هو اللي بيتبني عليه بعد كده الجواز او التردية او كل الان فدخلي الاب معاكي في كل التفاصيل تقولي كده ما تتجهلهوش ما تتجهلهوش ساعات بنتجهل الاب لانه بيكبر المواضيع بس هو لانه بيكبر المواضيع او دي طبيعته فاحنا ساعات بنحتاج احنا نشتغل على علاقتنا ازاي نتفاهم وازاي نتواصل مش بس نخلي الولاد ما بيننا وهي خناقة مين هيعمل ايه وكأنه كل واحد نستني للتاني غلطة عشان يقوله شوفت اهو ده اللي انت عملته انت السبب اهو انت السبب كل واحد عايز يحط التاني وفي الخانة بتاعت ده بسببك انت فكأنني انا عايزة وسع المشكلة انها مش بس خانتيك عند التربية او اتهام انك انت السبب بس انت هتلاقي النمط ده بيتعاد في كل الحاجات صرفت الفلوس وخلصت اه ما هو انت مبزرة انت عزمتي اهلك من غير ما تقوليلي انت خرجتي مع اصحابك وانا مش مهم وكأنه لو احنا ابتدينا نحس انه في مشكلة في التواصل او الناس هيدفعوا تمن ده ولدنا صح وهتيجي بعد كده المشاكل اللي حضرتك بتقولي عليها صح ولو المشاكل دي بقى حصلت كده كده وهم بيستغلوا ده جدا لو في مشكلة في التواصل وبيكونوا في منتهى الزكاء وبيبقوا عارفين كويس قوي ياخدوا ايه من مين ويعملوا ايه مع مين ومش صح انه يكون في مشكلة في التواصل موافقكي جدا طب لو حصلت بقى المشكلة اطلبوا مساعدة يا جماعة او انتوا هتتعيشوا بالطريقة دي وهتسوق مفيش اي وعد انه لو في مشكلة واحنا شفناها مشكلة وفضلنا متعايشين معها واتصالحنا مع المشكلة ان المشكلة هتتحلل وحدها موافقكي جدا مفيش اي قانون بيقول كده صحيح